السلام عليكم خوتي قوكم حاميد توجور دائما في اطار تربية طبيعية للحسون وخاصة غداء غداء اللي طلبوا الموضوع اليوم بل اكداروه بزاف ناس وكل واحد اجتهادو كل واحد كيفه البحث تاعو راه وقته ذو كهدايا الموضوع راه ارانا في وقته على بها نحبي تنديرو نديرو بطريقتي الخاصة انه وهو موضوع حول الشاردون ماري الشاردون ماري هدايا اللي عندو عدة اسماء منها شاردون ماري شوك الجامل كايني عايط له الشوك الكابير كايني عايط له خرفيش الجيمال في بعض البلدان العربية كل واحد وشي عايط له الشوك هدايا شاردون ماري كبير ينود كما في جزائر كاين بارتو ويند تلقاه تلقاه شغول يابس تلقاه شغول السيبون نشوف وليا لقيتو بداية بس قطعو قطعو بمقص وكيفش تديرو تجيب كيس هكا بلاستيكي تشوفو خوتي هاكده تجيب كيس بلاستيكي عادي وش راح تدير الكيس هدا الكيس هدا ملتحت تديرو تقبطه من الأسفل يجب شيء كشفينه و يطح هذا البودور يطح ترى هذا البودور يطح حتى لا يطح لن يطح لا يطحن الهدف لا يخرج هذا يمكن يشريه يشريه و عنده قدامه كما يقول الله يبارك كميات من هذا نايد قدامه كما يقوله ها شوف كيف باش ما يتشكل ها و بعد كي يخلاص بودور هذا القطن يقعد فصاشين ارميهم عندك مدير به هادك كي تجي وش جي تدير جي تنقي هكذا تنحي هادو ما تسحقهمش نعم لك تنحيهم بلاك يخمجوا لك الضار باسك و خفافة يديهم الريح تمتم ناتج الاخير ناتج الاخير يتحصل عليه هذا هذا هو تحصل على بذر كما هادية و كما يقوله ما يكون عندك هكذا ها ننفضهم يطيح البذر ها هادو ما قاعدة ها ننفضها غير هكذا ننفضها غير هكذا هادو 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 ما قاعدة كما سحقوهمش ها سهل باش تنقيه كيكون هاكذا ها نشف ها هادو في الخلال المقنين و الفردورون يموتوا عليه المقنين و الفردورون يموتوا عليه خاصة طائر الخضري ها شوف ها 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 هادو ها ها هو غالي شوي بلدير و تعمير ما اقدر شريح زوالي يجب ان يستطيع إليه حسنا لن اجر مع الزوالي يا أخوة ايسا لا تشريح ها تنقيه هادو 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 ها هادو 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 جمعت 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 نص نص رطل 250 غرام ولا 500 غرام الله يبارك راح يكفيك ما شاء الله خاصة اني عنده طير واحد يكفيه يكفيه لا رجيمه هاوليك تنقي هكذا يو نقي شوية هذا الفايس لي ما يصمحوش خلي غلبو دور حاول انك لطوايق تنقي هذو كل الشوك تنقي تمسخير هذا قانحه هاكذا يو نحيا هذو ما سيخلي غلبو دور حدا مكان ها ها هاوليك هام البودور تعهو كي مش دا هاوليك لا فونتاج انك تتخدمهم هكذا تلقى بودور الله يبارك جديدة شوفوا اللون تلقى بني فاتح تلقى شغل هكذا يا اه تكون طرية شوية المقنين كيما طائر الخضري عنده البكتاع عنده المنقار تعهو صحيح الله يبارك صح بارابور المقنين 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 بكتاعو رهيف شوية ما يقدرش يكسرهم هاد البودور كيما هاد الخضورة شوية يقدر كين ون يقدر بسح كيما كي تكون هكذا يا بنية قاتمة تكون يابسة يابسة ما يقدرش يكسرها واش نديرو احنا هيا عندنا طريقة التقديم عندنا طريقة التقديم عندنا اما تجيب البودور هادك هكذا وتدرسها شوية كيما نقول وتطحنها شوية باش تكسرها شوية هكذا يا هكذا وتقدمها مباشرة مباشرة هادي باش نديرو الله يبارك نديرو وقاية على كابد الطائر الطائر كي راح يأكلها راح يدير وقاية على الكابد تاعو دكنا هادروا على الخصائص تحها ونهادروا على الفايدة تحها للمقنين واش تديرو واشنو هي المادة الفعالة لفيها الطريقة التانية في التقديم إلا كان المقنين تاعك معجباتوش ولا ما يكلهاش ولا واش تدير تاخد كمية تطحنها هكذا تاخد كمية حوالي ربعة ملاعق يقول لا تغليها في الماء تديرها على شكل تزانة وتقدم وتخليها تبرد لها تبرد تهلو سخونة تعمر في المشربية وتمدلو يشرب منها هادي تاني تقديم تحاكمة نايا ما ندبش عليكم ما نمدها نمدها مرتين الى ثلاث أسبوعيا مليحة بزاف خاصة هاد الفترة هادية تنقي الكابد تنقي فيها غانية بالفيطامين او فيها فيطامين سي فيها بزاف بزاف في الطاقة والقيمة الغدائية ما شاء الله خاصة خاصة دوكن نحكيوا شوية عليها المادة الفعالة في هذا البذور المادة الفعالة في هذا البذور هي مادة أساسية تدعى تسمى بمادة السيليبينين او مادة السيليبين المادة السيليبين هادية معروفة بأنها مادة فعالة تستعمل في الوقاية او العلاج تسمم خاصة تسمم الكابد خاصة تسمم عضو الكابد كما نعرفوه باللي الكابد هو فيه انافونتاج كي مرض الكابد فيه كما يقولوا الافونتاج الواحد فيه كما نقولوا هو العضو الواحد في جسم الانسان المتجدد يعني الكابد كي مرض كي رح يتمزق هاد الكابد يديلاطة يتقطع كما نقولوا يتمزق يصارلوا نازيف الداخل عبيها تشوفوا الكابد في البطن على الطير باللي وللونه وشغول يولي أزرق يولي مض راح للأسود عربي باللي شغوله وتمزق الداخل الكابد هذا رو يتقطع الداخل عنده اه الفونتاج الواحد الكابد انه متجدد يعني كي يتمزق وداويه راح يتجدد راح يعاود يصفى باذن الله كما نقولوا قلنا مادة السيليبين هادية هي لتلوتي سيتانونتي إباتوتوكسيك بمعنى مضاد تسمم الكابد هي مادة تستعمل كمضاد تسمم للكابد سواء كابد هادية سواء مرض مرض الكابد راهو فيه بزاف مرض الكابد الفيروسي مرض الكابد سببه تركم الشوحم ودهن بسبب الحبب السوداء ودهنية وهو بزاف في بزاف مرض الكابد الفيروسي وهو الاسي على المشكل بالمشروع مهويش مرض واحد قادرة صالامونيلا أو كوكسيديا نون تريتي ومشات في الداخل قادرة تمرد الكابت تمرد الكلياتين والكابت وتمرد كل شي الداخل قادر بروفينتريكول تمرد الكابت هناك الكابت من الأفضل بهذه البوذور هذه من الأفضل ندروله الوقاية والوقاية خير من ألف علاج تأكيد واضبله تمدلوها بوذور هادية فيها المادة الفعالة قلنا السيليبينين وهي مضاد تسمم للكابت ديجا أراك ديرلو وقاية تلك الكابت المكمل والمادة الثانية وهي أساسية في الحفاظ على الكابت وعلاجه وهي مادة الكولين مادة الكولين هادية لمعروفة عند السيونتيفك كما نقولون في الوسط العلماء والسيونتيفك مادة الكولين هي لفيتامين بكات بأربعة فيتامين بأربعة الفيتامين بأربعة أو مادة الكولين هذي تلعب دورها في تشكيل حمض الفوليك الاسيد فوليك في الكورة تلعب دورها في تشكيل حمض الفوليك والفيتامين بأربعة تحميل كبدة من ترصوبات تعدوهن دركن تلعب دورها في تشكيل حمض الفوليك ويقولوا ما يطيرش ما يزغوتش قاعش يتراكم هادوك الفيتامين يتراكم انت تمد له الحبوب قراني جار طح عليها بالقران دولا قران دكدا حبوب سوداء دهني الغيداء الدهني انت تقول راني نفيد فيه راني نعطيلو في الفيتامين اتلا لا هنا رك تعمر الكبدة فوق الكبدة رح يكون ترصوبات دهنية رح تقول لها هديك الشحمة بس كو علاش ليه فيتامين جنيران من كاين دي فيتامين صوليبل دون لو تصف يدير يتحلل في الماء وكاين دي فيتامين اللي تتخزن في الدهن في الشحمة تعزاوش تتخزن في الدهن في الشحمة تعزاوش الكابد هادا ترصوبات هادي الدهنية رح تزيد فوق الكابد ورح تدير له هديك هي اللي رح تمرضه ورح تدير له اتلاف الكابد سوف يتلف ألور مادة الكولين ولا الفيتامين بيكات هي لتلعب دورهام في عدم تشكل الدهن فوق الكابد هدي لا كنتم تقدمها وتحافظ على الكابد تعو ولا كان كابد هادا مرض نديرو أسوسياشيون نديرو كما نقولو نضمو مادتين مادة السيليبين اللي موجودة في الشاردوماري خاصة هاد الشاردوماري وفق عنو وعلي شاردوم ومادة الكولين الموجودة في عدة طبيعيا في عدة مواد ومعدة أغدية دوق نقولكم وشنو هي المواد الغنية بمادة ألكولين لي ماحبش يمد باركزون في العلاج ما شاح تمدلو أغدية دوق تطير مرض الكبد ما شاح تمدلو أغدية لازم تمدلو أدوية لأن الكبدة تعورها من قطعة مليلاتية كاين الكالسيكولينا كاين بزاف مواد فيها مادة الكولين تنفع الكابد في العلاج تعه نقص البذور الدهنية كما نقول نطيحوه في رجيم تعبراقة وشوية ميلانج من نحواش قاع براقة شوية ميلانج بذور البيرية وشوية بذور شوفان شوية باش ما يطيحش في ما ينقش في صدره هذا ما كان نعطوه له قاعدة خيار نعطوه خضراوات خيار نعطوه فلفل نعطوه أمورك بزاف هكذا نقدمه له الخضراوات هذه هي قلنا أنه مادة الكولين كي تصوصيها مع مادة السيليبين لموجودة في شاردون راح تعالج الكابد ودي له وقاية على العامة مرتشتار تاعك وتاني لازم تنقص له الحبوب السوداء والحبوب الدهنية الغنية بالدهن من بين الأغذية الغنية بeadة الكولين كاين البيض البيض غني بال spread مادة الكولين كاين الكرومبيت اللي هو الشوفلور القرنبيت الشوفلور غني كاين البروكلي هذا يا كيف كيف كاين أيضاً مادة الكولين هذه ستنمتي ينقص من القلق والسترس نكمل لكم القائمة على المواد والأغذية الغنية بمادة الكولين تحتوي بيضتين زوج حبات البيض على 250 ميليغرام من الكولين يحتوي البروكلي 100 غرام بروكلي تحتوي على 40 ميليغرام من الكولين الجوز كين الجوز ثاني 40 ميليغرام بذور الخردل تحتوي على 22.7 ميليغرام من قوع الحمص يحتوي على 100 ميليغرام من مادة الكولين 99.3 أوراق القصبر أوراق القصبر اللي هو كما نقوله الحشيش مقطفة احنا نقوله الحشيش الكصبارة الكوزبارة كي تحكم انتايا القصبر هذا كتجفه ومعده تدقه وترحيه عندك 100 غرام منه يعادل 97.1 ميليغرام تعمدة الكولين عندنا بذور الكتان اللي هي زريعات الكتان نقول لكم عليها البارح والنبتة تحتاني 78.7 ميليغرام تعمدة الكولين عندنا الجزر الجزر خاصة يكون مجفف ديزيدراطي 72.1 ميليغرام عندنا مادة السبيرولين سبيرولينا 66 ميليغرام عندنا اللوز 100 غرام تعمدة 52 ميليغرام تعمدة الكولين عندنا قلنا لشوفلر اللي هو القرنابيت فيها 44 ميليغرام تعمدة الكولين والغني جدا بيها الغني جدا بيها اللي يلقاه مادة به يدير به لطاتي ساش بس ما يدير زوج حبات بيض يرحيهم ناشفين هاكدك ويجففهم بطاحين السوجة طاحين السوجة فاغين دو سويا فيها 190 ميليغرام قريب 200 ميليغرام تعمدة الكولين راهي فيها فايدة كبيرة بزاف 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 نتمنى الموضوع هذا ان شاء الله يكون نال كما يقولوا الاعجاب ويكون خاصة فيه فايدة الوقاية من الكبد نبدأ و نديروا الوقاية قبل ما نديروا العلاج علش نسحقوا العلاج نسحقوا نديروا الوقاية بودور الشاردون ماري اللي هو بودور شوك الجامل كما يسميها في بعض البلدان ادرسها قدمها له ثلاث مرات اسبوعيا هايلك ادرسها من الخلاة غالية عليك مكانة شريعة احنا مع الزاوالي ادرسها للخلاة تحتحت الباساتين تجدها في كل بلاس يبان لك شوك كبير كما اني وريته لكم كيفاش دايره هاي كيفاش دايره الاخرى تحا تلقاها شغول هكذا يا شوك كبير تلقاها كدايا ينوض نحي ادي معك مقص ودي معك قفازات شوية خشينة باسكو الشوك تعوره ويوجع شوية ونحيه ديروا فصاشي نشفو استخلص منه البودور هادوما جمع منه هاي البودور ادرسها شوية اطحنها شوية كسرها شوية قدمها للطير في القودي هاكدايا عمر له هاكل ولا ديرت قلنا طريقة تانية في التقديم هي دير مقدار ملعقتين الى ثلاث من هاي البودور وديرها تتغلى على شكل تيزانة واعطيها له ياكلها كما انا يا راي تاكلها كما الانتها دير راي تاكلها نرمال طريب يا ما عنديش مشكلة انا طيوري قاع ولفتها لهم ندرسها شوية ونعتها لهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة